السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيو الكوت كسر تلويح النائب شعيب المويزر اليوم بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الزراء خلال شهر أجواء التهديئة التي سادت أروقة البرلمان وتعاهد بها عدد من النواب خلال الأسبوع الماضي التلويح بالاستجواب شمل العديد من الغضايا من هداو وشلو الحيازات الزراعية إضافة إلى غضايا الهدر المالي من جهة أخرى دعا عدد من النواب لبسط سلطة الغضاء على الغضايا المتعلقة بدور العبادة من خلال تعديل قانون المحكمة الكلية والسماح لدائرة المنازعات الإدارية بالنظر فيها إلى جانب المطالبات النيابية السابقة والخاصة ببسط سلطة الغضاء على غضايا الجنسية أرجعت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم التصويت على مخترحات تخفيض سن التقاعد وتعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه للمزيد من الدراسة ومن جهة أخرى أنهت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية تغريرها عن زيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة متضمنة الملاحظات التي أبداها المجلس في جلسة المداولة الأولى للقانون تمهيداً للمداولة الثانية انتهينا لله الحمد من التعديلات التي كانت موجودة في طباعة المقترح التي راح للقاعة للتصويت والحمد لله خلصنا الآن بإذن الله يوم الثلاثة القادم جاهز إن شاء الله للتصويت بالمداولة الثانية مع التعديلات التي موجودة وهي حذف موافقة مجلس الوزراء على تجديد المحفظة وبالتزامن مع المقترحات النيابية المطالبة ببسط سلطة الغضايا على غضايا التجنيس طالب النائم خالد الشط اليوم باستبدال نص من المادة الأولى من قانون المحكمة الكلية والسماح لدائرة المنازعات الإدارية بنظر غضايا دور العبادة وهو الأمر الذي لا يسمح به في القانون الحالي هذا البند الخامس يجب أن يلغى لأنه يتعارض مباشرة مع أحكام الدستور الدستور في المادة السابعة ينص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ولا شك أن الحيلولة دون اللجوء إلى القضاء في مسائل دور العبادة ينتهك النص الدستوري المذكور إلى ذلك وفي ظل وجود أجواء من التهديئة النسبية التي أكد عليها أكثر من نائب فاجأ النائب شعب الموزر اليوم بتقديمه مهلة لسمه رئيس مجلس وزراء مدتها ثلاثون يوما للعمل على حل لعدد من القضايا أو تقديم استجواب له لثلاثة وزراء آخرين لا يمكن أن نقبل ولا نسمح لأحد أن يقدم لنا النصيحة ويطالبنا بالتهديئة تهديئة على إيش نص الشعب محصل على بيت أربعين ألف مواطن أو أقل من ذلك بشيء بسيط مولاقين عيشون رح أمنح سمو رئيس من السوزراء والوزراء ثلاثين يوم من تاريخ اليوم وللعلم استجواباتي كلها جاهزة وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب لتخصيص ساعة على جدول أعمال جلسة الثامن والعشرين من مارس الجاري لمناغشة أسباب أحالة مدعين عاميين في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد